أهلاً بكم مجدداً اليوم. آآ سيكون لدينا فيديو قليلاً مختلف وهو عن آآ آآ والمشكلة التي نريد أن نحلها بآآ هو أن لدينا تظهر بهذا الشكل. آآ طبعا العربية تظهر بهذا الشكل. الفكرة أن الأحرف العربية تظهر لدينا. يعني هنا عليك حرف الألف واضح حرف التا واضح حرف الوا واضح هذه الأحرف واضحة لكن الشكل الكلمة غير صحيح. او ليس يعني شكل اللغة العربية التي نعرفها. فهناك مشكلة بالعرب يعني شكل الحرف يعني. آآ او شكل الجملة بشكل عام وخاصة مع يعني بوسط الأحرف مع بعضها البعض. فعلياً آآ لديه دعم اللغة العربية. على عكس ربما ما تتوقع ان آآ لا يدعم اللغة العربية. يدعم اللغة العربية. لكن آآ كما نعرف ان يبدأ من آآ تبدأ انت بمحرر ليس فيه اي شيء وانت تبنيه بناء على آآ بناء على احتياجاتك بناء على الاشياء التي انت آآ تريد ان تحققها من خلال المحرر. وبالتالي آآ عليك ان تضيف قليلاً بعض الاعدادات حتى تظهر هذه بالطريقة الصحيحة. فاذهب وتحقق من نسخة التي لديك. آآ آآ فيجر. وثم سترى ان آآ هنا لديك ميزات بامر مختلفة منها العربية. فتأكد ان باكج الحزمات العربية مثبتة. والباكج المثبتة يكون قبلها بلاس. الغير مثبتة يكون قبلها ماينس. فانا بالنسبة لي العربية مثبتة. ها هي قبلها بلاس. فتأكد من ذلك. فاذا كانت مثبتة يمكنك الاستمرار معي بالفيديو اذا لم تكن مثبتة عليك آآ موضوع آخر. عليك ان تقوم بـ مع هذه الميزة. طيب نعود لموضوعنا. طالما هذه الحزمة آآ مثبتة فيمكن ان ان احصل على هلب هنا هلب آرابيك. وبداية يقول ان هذا يجب ان آرابيك بلاس مثبتة لدينا حتى نستخدم هذه الميزات. لاحظوا ان يمكن ان نقلب الصبحة نهائي. يعني بدلا ان آآ يعني يكون لدينا هكذا الصبحة من left to right يسار يمين. ان تكون يمين يسار من خلال set right left. لاحظوا انقلبت كل شيء انقلب هنا لدينا. لاحظوا هذه اكسبورت هذه الكلمة. فاذا تم القلب بهذا الشكل. اذا اردت العودة السابق ساكتب no right left. طبعا كما نعرف دائما نسبق الاعداد بno فينفي. فاذا no right left. فاذا لاحظوا عدنا كما كنا. فاذا مرة اخرى نعد الى عفون. مرة اخرى نعد لهلب. ولاحظوا هناك Arabic shape. يمكن ان نضع هنا Arabic shape. وايضا يمكن ان نضع هنا encoding. طبعا ال encoding يجب ان يكون UTF8 واعتقد انه UTF8 يعني لا نحتاج انه غير شيء هنا. اه لكن الاشياء الموجودة التي يمكن ان نحققها. اه هو ان نختار اه ان نقوم بوضع term اه by direction. اعتقد by direction هكذا يعني انها تنائي الاتجاه. ان نقول ان الملف تنائي الاتجاه. فبكل بساطة يمكن ان نكتب هكذا set term by direction بهذا الشكل. ولاحظوا اصبحت الان الاحرف تظهر بشكل جيد. اصبحت الان كلمات عربية حقيقية تظهر امامي. طبعا لتغيير هذا حتى يكون دائم. هذا غير دائم. يعني مجرد ان اقوم بالاغلاق. فتح الملف. عدنا كما كنا. فاذا اردت ان اجعل هذا التغيير دائم. موضوع بسيط جدا. اذهب لم ارسي الموجود في الهم لدي طبعا. وكتبته بشكل خاطئ كالعادة. فهم ارسي هنا. وتكتب باعداداتك الخاصة. انا قمت باضافة هذا الاعداد هنا. كتبت هكذا. فاذا كتبت هنا تعليق. وهنا term by direction. جيد. فاقمت بالاحفظ. طبعا وجرد ان احفظ لاني لاني تغيير هذا بشكل دائم علي ان اكتب هنا. الا اذا قمت باغلاق الملف واعدت فتحه. او يمكن ان اكتب فيم ارسي. سورس فيم ارسي. حتى احمل ادادات فيم ارسي هنا في هذا الملف. والان حتى لو اغلقت الملف واعدت فتحه التعديلات دائمة. فاذا المنتهز تعلمنا شيء جديد اليوم بفيم وكما اقول دائما فيم بحر بحد ذاتك. كل يوم تعلم شيء جديد. كل يوم هناك شيء جديد. اه فلا يمكنك ان تتوقف عن التعلم مع فيم. فايزا شكرا متابعة ونلتقي لاحقا مع السلام.